نروح لمعسكر منتخب غانا اللي بيختتم استعداداته بقى لمواجهة منتخب مصر طبعا منتخب غانا تعرض الخصارة مفاجأة في الجولة الأولى ممكنش مفاجأة بس الغانا مفاجأة للقارة كلها أمام الرأس الأخضر أو كاب بردي بنتيجة 2-1 يبحث بقى نجوم طبعا منتخب غانا عن تحقيق الفوز علشان يحفظ على حظوظه في تأهل للأدوار القادمة طبعا مباراة هتكون صعبة جدا أمام منتخب مصر هو كمان منتخبنا عايز يفوز عشان يطمن نفسه يكون أول فوز ليه في دور مجموعات واعترف كريس هتوم مدرب غانا أن فوري حارس المرمى أنقص غانا من فرصتين محققتين كممكن نتيجة تكون أكتر من كده أمام كاب بردي وأكد المنتخب مصر ليه تاريخ كبير جدا في كأس الأمام أنه هو هيحاول يصحح الأخطاء اللي حصلت في المباراة الأولى ويقدم المنتخب ومستوى أفضل في مواجهة منتخب مصر أنا أتمنى ما يصححش كل الأخطاء ومنتخب مصر يقدر يوصل ويقدر يسجل معنا كبير